هوي بريس نحو إعلام هادف وأن هذه المسيرة تسجل للتاريخ هذا النفاق الدولي الذي تتزعمه أمريكا ورآها بريطانيا وألمانيا وكل الدول التي تتعلق بأذيالها يسجل هذا التاريخ يسجل هذا النفاق الذي يعتبر الأطفال الذين يقصفون من الطائرات يسمهم إرهابيين والعدو الذي يقصف من الطائرات يسمونه أنه يدافع عن نفسه ولذلك اليوم خمسين ألف شهيد وأزيد من مائة ألف جريح والعالم ينظر ويتفرج هذا النفاق أيضا يسجل هذا اليوم وتسجل هذه المسيرة أهم من كل ذلك أننا لا نقبل كمغربة شرفة بكل أطيافهم بكل توجهاتهم واختلافها لم يعودوا يقبلون أنه بعد هذا الذي حدث كله ما زالت دولتنا مطبعة مع هذا العدو ما زال عندنا مكتب اتصال هؤلاء المغربة هؤلاء الأصراف هؤلاء الأحرار خرجوا ليقولوا لا للتطبيع كيف أن الشعب المغربي بمختلف مكوناته يأتي ليتظاهر وليعبر بقوة عن رفضه وشجبه وإدانته لهذا الهجوم الهمجي السيوني وهذا العدوان على الشعب الفلسطيني بغزة الذي يدوم منذ أذية من سنة لكن أيضا بباقي التراب الفلسطيني هذا العدوان الذي أدى إلى عشرات الألاف من القتلى ومئات ألاف من الزرحة هذا العدوان الذي أدى إلى تدمير واسع بالتراب الفلسطيني هذا العدوان الذي يتم بتواطئ ومشاركة للقوى الغربية وعلى رأسها أمريكا هذا العدوان الذي يستمر اليوم بجنود لبنان هذا العدوان الذي يدل عن الطابع الهمجي الفاشي للنظام السيوني الذي يريد القضاء على القضية الفلسطينية والذي يريد تمديد التوتر والحرب لكافة المنطقة بما في ذلك اليوم بجنوب لبنان نتقدم بالتعازي للأمة العربية الإسلامية في الجامعة العبرية جامعة الدول العربية ونتقدم بالتعازي في وفاة منظمة المؤتمر الإسلامي نتقدم بالتعازي في كل من وقف يتفرج على الإبادة للشعب الفلسطيني واليوم للشعب اللبناني القضية ستنتصر ستنتصر والخوانة لا مكان لهم باستقبلا في هذه الأمة الأمة اليوم من المغرب إلى جاكارتا تنتفد ضد الإمبريالية ضد الصهيونية ضد الاستعمار وضد الصاليبية الجديدة في جمعية أتل محمد بالمغرب نحضر هذه المسيرة الوطنية من أجل فلسطين لنقول لا للمجازر لا لجرائم الإبادة الجماعية نقول إن آلة الحرب الإسرائيلية هلكت شعبا وهلكت أبرياء ولذلك فإن كل ما يصدر عن هذا الكيام الصيوني هو مخالف للقوانين الدولي الإنسانية لذلك نناشد المتظم الدولي للتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه المهزلة الإنسانية دكتور أمين بوزوبع منسق مهني الصحة اليوم نحن بصدد مسيرة تضامنية مع أهلنا في غزة وفي الدخل الغربية ونابلس وكل المدن المقاومة لهذا العدو الصهيوني الذي مفتئة يقصف المدنيين بكل أنواع السلاح المحرمة وبالقنابل المحرمة دوليا اليوم هني الصحة ينضموا لهذه المسيرة الشعبية التي يشارك فيها مختلف شرائح الوطنية من أجل التنديد أيضا ويستنكرون بما يقعوا من قصف على المدنيين اليوم نشهد أننا بصدد 42 ألف من الشهداء الذين قدمتهم المقاومة وقدمتهم فلسطين حماية لكل المقدسات والأخصى بالنيابة على كل الدول الإسلامية والعربية اليوم هناك انهيار تام للبنى التحتية انهيار للمنظومة الصحية للأسف كل الجرحاء لا يستطيعون حتى العلاج بأبسط الوسائل هوية بريس نحو إعلام هادف